تتواصل الضربات الأمنية التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق من خلال مكافحة جرائم غش السلع وحجب السلع عن التداول بالأسواق فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنصيق مع قطاع الأمن العام ومدريات الأمن من ضبط 79 طن دقيق وأرز أبيض قام مسؤول ومالك عدد من مخازن السلع الغذائية بالقاهرة والجيزة بتجمعها بهدف حجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء كما تم ضبط قرابة 52 طن دقيق بلدي مدعم قام مسؤول عدد من المخابز البلدية بالقاهرة والجيزة ببيعها بالسوق السوداء مستوليين بذلك على أموال الدعم المخصص لها أجهزة وعزرة الداخلية تمكنت من ضبط سلاسة مسؤولين عن محطات لتموين السيارات بالقاهرة والجيزة والأقصر لقيامهم بالاستلاء على نحو 770 ألف لتر مواد بترولية لبيعها بالسوق السوداء كما أصفرت الحملات الأمنية للتصدي لجرائم حجب السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً عن ضبط 153 قضية بإجمال مضبوطات بلغت قرابة 200 ألف عبوات سجائر مختلفة الأنواع ونجحت في ضبط مسؤول عن محل بدال تموني بالجيزة وبحوزة خمسة أطنان سكر تموني معبأ داخل عبوات بها نقص في الأوزان وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 10 أطنان ونصف أسمدة زراعية بمحل ومخزل الأسمدة الزراعية بالمنوفية والشرقية تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء وضبط 31 طن سكر بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بالإسكندرية غير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من سعرها المتداول وبأسعار السوق السوداء وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع السلع منتهية الصلاحية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 46 طن أسماك ولحوم ودواجن غير صالحة لاستهلاك الأدمي بالقاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية وأسوان والإسكندرية كما تمكنت من ضبط 83 طن ملح طعام غير صالحة لاستهلاك الأدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة حال ترحيها للتدول بالأسواق بحوزة مسؤول مصنع لتعبئة ملح الطعام بالمينيا وضبط قرابة 26 طن مواد غذائية غير صالحة لاستهلاك الأدمي بالمنوفية والشرقية والجيزة كما نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط مسؤول مخزن بدون ترخيص تابع لمصنع للصناعات الدوائية بالقليوبية وبحوزة 59 طن مستلزمات إنتاج أدوية منتهية الصلاحية وضبط أكثر من 11 ألف قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة بحوزة مسؤول محل لتجارة المستلزمات الطبية بالقاهرة